وصفتها بالثلاث من ملامح اللي مزنقين وعيني شاعلين كيف العافية باينا غيدوذها من عين ليبرا اي اي راسي دارني عد علشنا يفو وزير على قبضة يبو وقال بايش كتحسي دابا شافت فيه ببرا او قالت واش سخفت وليشنو شافته كيقرب ايديه وكحزت خايفه احتى وصل فبعانه وورا راسها دوذهم بشوية تعجبات في اللون احتى حسات بالحريق قوي واشعرها غدي تقلع من شدر قالت اي اي كدرني شدها من شعرها وطلع ليها راسها احتى وصل وجهان وجهه نفسه اللي سخونة طلت خات مع نفسها وغوت قلت ليك متلعبيش معايا ولا ما قلت هاش ولكن باينا فيك ما كتفهميش بالهضرة زير على شعرها ودوذش نيفه على بشرتها وقال بغيت ديري فيها عايقة شاريفة وعافيفة اميه بحالك داز وقبل وبغاوي خدموا واعرين وعايقين وجابوها فرسهم وجابوها فرسهم نور دمعوا عينها بالخوف وذيرات عليهم وبدات كثرة حد قالت انا ما درتوه له خفف قبضة ايده وقال احتى انا هاد الساعة باقي ما درتوه له غير حيت ايده وبغايت تمسد عنقها اللي ضرها ما جات فين توصل ايدها احتى حسات بوحد تدقى مثلات ليها على وجهها تخلط ليها الفم على الحنك ها بتضموها وغوتات اما هو اضحك وناد من على الناموسي وقال غير غوتي احتى شي واحد ما غادي سمعك في هاد البلاصة واحتى الي سمعوك احتى حد ما غا يقدر يجي انقط لك وهو ما يدفنوك بيديهم ارجع عند هاو شدها منفكها وزير على سنانو وقال انا اتجي بنت الزنقة تلعب عليا ها؟ ركي باقى ما عارفانيش وما عارفاش رازك عند من تحت قالت والله ما قصد تعافك انا ما درتلك وانو بغايت تهضر ولكن ما خلاهاش ارجع عند هاو زاد هاد صرفيق اخرى كانت على شوية غدا تغيبها حسيت بالدم هابط من فمها وحطات ايديها على حناكها ووجهها ما بقيتش قادرة تحركوا زير عليها من كتافها وبدك يديها ويجيبها وكيغوت وبدك يديها ويجيبها وكيغوت وبدك يديها ويجيبها وكيغوت ما بغيش نسمحها سك انا غادي نوريك شارك بفلوسي وعاطفيك اللي ما غايعطيه حتى شي واحد ولكن بغيت تلعبي عليا ان لعبه كاملين قلتلك التقايي شري ما بغيتش واختارتي الطريق صعيبة احتدابا باقي الحال بدتك ترجع للنور وخعر فم عندها فين تهرب قلبها غا يوقف والدموع عمره عينيها رداتليه البال مبقاش بالفوطة كان لابس روال جري وصدره باقي على خامل لوشام اللي في عضلاته وصدره عاد ما زاد بان كتر امغوبش وعينيه معسلين بالشراب الحال كان بدا كيد لان عرفات ان حيلتها بشتعطيه المخدر تقلبات ضدها وهي اللي شرباته في بلازده شافت في البيت ما عندها كيف تهرب وهو باين هادليله غاينتاقم منها وغايديرها جفاف تحت رجليه ما لقى تحتاشي حل من غير تبده ترغب قالت شوف الله يرحم ليك الوالدي انا غرطت من اللي بغيت متفلع عليك خبات وجهها بين ايديها وقالت والله انا ما ديالهدش غير محتاجها لفلوس حت ايديها لرجليها وتحسسهم بسبحانه كيتنز عليها وقال لا باينة ماشي ديالهدش نور جمعات رجليها وقالت الله يسترع ليك الدموع ادخل طمعة صوتها وهو ما مهتمش بيها من غير ايديه اللي زادوا كيطلعوا على رجليها احتى وصلوا للنصف في خادها زير على الحمها احتى غوتات بسبب سبعانه اللي تغرصوا في بشرتها الرطبة قال اتحيدي هاد نص مترولي لابثة عاد نبداوه ولا نحيدها ليك جرها احتولت ناعثة وجفوقها وقاله هو مغدد انتي اللي مبغيتيش كل شي دو الزاهل وانا عزيز علي الحجس على الواقع فهمت انه غدي عاملها بعنف قرف فمه العنقها وبعداته شوية كتزيد ترغب الله يرحم ليك الوالدي لم اديرني اختب عدها من عنقها احتخل لالاتراس ديالسلامه وقال ما عنديش غدي غتنوضي تحيدي هاد الزبل وهنا قدام عيني هاد المرة ما قدرتش تحبس دموحها لصقف اممعه احناك هو بده طالع بايدتيه فتر وقال قصحتك هاد شي وانو معلي جاي كمشات حجبانها وقالت الله عافق والله ما بغيت ندير هاد الشي غير الظروف هاد البقاء ما عنده باشي نفعل يلا تهزي دير اللي قلت لي كان امتقل عليها بضخامته بعد شوية احتعطاها فين تنفذ بينليها مكشر على نيابه فاغي فرسها ما شغير يتعد عليها بغات تنوضو مقدراتش كل شي فيها كي حرقها فشلات وعاود حسات بيه زير على حنكها ووجهها خشاه وسط الناموسية قال ما كتسمعيش ولا شنو باغت جاهليني هاد الليلة قالت ما قادراش النود راسي دارلي جرها منش عرها حتة واحدات وقال انا هنالي كنقول شنو يكون وشنو ما يكونش وانتي غير غدا تنفذي هزيت راسها وقالت صافي صافي انا غنون غير ما تتعداش عليها الله يسترعليك راسي باقي دارني طلق من شعرها وشاف فيها شفا ناقصة ناضت غير بالزز وحاجة وحداء جات في بالها عندك غير تكون ملي سخفات طير لي هالشيك اللي اعطاها دارت ايدها فعنقها ولقات سنسلة ديالها باقة طارت على ساكها وخشتها فيه وطمئنات على الشيك كان باقي تما قبل ما تبين دارت لعندو وبالي هاجلس على النموسية اشار لها بصبعوب معنى اجي وزادت خطوه ووقفات غير وقفات وعرفات وغادي نوضي فرشخها من ملامحو اللي حمارو زادت احتولات قريبة ليه وقف هو وزاد عندها وقال جبتك باش بدي ريدك شي اللي باغي ما شي اللي باغيه انتي احنا تراسها من اللي وصله وقالت غير كنت كنخبي السلسلة ديالي قال جبتك باش تمت عيني ديريها فراسك يالله دازو جوج سوايا قولي لنا ما زال طويل واشار لها بعينيه بمعنى حيدي الكسوة بداتك تفك الكسوة وكتحبطها من لتحت وخا كانت قصيرة وبحل ما لابسهاش غمضات عينيها وحاولت تحبس دموحها وشفقتها عرفت رأسها كتخسر احسن حاجة اديها بحل جمده وما قدرات تدير ويله السبر اللي بقى ليه اتقادع قرب عنده وهو كينهج وضرب ادوم عالكوافوز اللي بجنب الناموسية قال ما كتسمعيش كان هدر مع الحيط قالت واخا واخانا غنحيدها شافتو كيشوف فيها بشهر شير لها بعينيه وقال حيدي حتى هادوك رجليها خواهو بيها عيات ما تحاول مقدراتش جهدها ثالة وحنات رأسها ووصلت لعنده قالت حيديهم ليانتا وخوض اللي بغيدي دي دكشي اللي علاودوش ريتيني عرفاتو غدينوت ودكشي اللي كان ثانية واحدة وكانو صليها جرها من دراحها وجابها على النموسية طلع فوق منها وفموت حط فوق صدرها حتى تزاد حسنانو الفوقيين مع ديول تحت سال شوية ديال الدم كبتات الغوطة ديالها عرفاتو مغير حمهاش وداكشي اللي كان عدها فودنيها وما قدراتش تصبر بديت كتتوجع وهاد ايديه كانت خدامة كتقطع ليها سوتيان ملقا تمدير بغيت تدفعو ولكن كانت تقيل عليها ووتو كتفوق قوتها اضعاف سمعتشي اصوات بره وشي حد قريب من الباب ما جر فيني بداء احتى كان الباب تحل عليهم وكان واحد الراجل كبير في السن وحداه بنت تكون كبر منها شوية كانت كتشوف فيهم وعينها مدمعين وقالت بلغوات كتبين مقادرات احتى هي زوينة راقية وانيقة حسيت نور برأسها رخيصة قدامها وهي شبهم عليها ياسر تعصب وجهه حمار وعروقه وبرزه ناد من فوق نور وغوت بالجهد وهو دا بدأت كتشهق وكتشوف الشيباني قالت شفت يا عمي ها هي شفت ديما كيقول عنده الخدمة وممثاليش ليه وهو مع بنات الزنقة تبلوكت نور وجرات عليها الغطة باش تغطي راسها كان ياسر حيتليها سوتيان يعني كانت عريانة من فوق حسيت بالإحراج شافتو من اللي تمشى بخطوات مسرعة ودفع ديك البنت على بره وقال الواليد خرج حتى انتا قدرات تفهم نور باللي هاداك بباه وهاديك يمكن مراتو غير خرجو عاد بذاتك تتهدن شوية وحمدات الله ميات مرة حيت جاشي حدو اعتقها منو ناضت بالزز بالسيف باش قدرات توقف لبسات عليها وطارت عليك سوتها وهزات ساكها مع النقاه لعندها ما عندها اظهر يالله كتلو حشال على كتافها احتدها للباب في اللول قلبها بغى يسكت يحساب ليها هو رجع وغادي كمن على اللي بقى وإيلا مش احتشافها لبسات حويجها مرة خورة غادي يندمها ساعر تاحد شوية من اللي شافت ذاك الراجل الكبير في السن شاف فيها بندرات احتقار ودور وجهه وقال تبعيني لبسات نور صباتها وخفيت رجليها باش تقدر تلحق به شافت ذاك الراجل السمر واقف حدا واحد السيارة غير قربوا ليها وحل الباب وطلع ببات ياسر وهي بقت واقفة بتردد احتز معاد صوته قال هواش غنباته هنا طلقي راسك هزيت نور راسها وطلعت حداه وقالت اسمح لي ذاك الراجل كان مخنزر وكيشوف قدامه باين منرفزه بالساف مد ايديه وقال اريدك الشيك نور زيرت على ساكه وقالت ما عندي احتشك دار فيها الراجل وقال اري الشيك قالت لا الراجل هدر بالغوات وقال هواش كالعب معك هنا اعطيني الشيك ما اللي بساله نور عينيها عمره بالدمور وحركت راسها بالله هي عاد قالت تفكات كون غير سالات خدمتها قالت لا ما نقدرش انا محتاجة هاد الفلوس عن قادسك ها وقالت والشيك ما غاداش نعطيه ليك الراجل شدها من كتافه وقال اياك ما قربش ليك اذا غدا تعطيني الشيك ما عندك علش تاخديه نور قالت له لا لا غنشوهكم زاد غوبش كتر وقال غنعطيك ذاك الشي اللي بغا غير اري الشيك مستحيل تاخدي ربعين مليون قالت له حلاف قال اوف والله غير تلقيني وغنخلص سكاتك ولا ما غاداش تاخدي حتاش سنتين مسحات دموحها وسلمات امرها لله عرفات الرفض ما عنده باش يفيدها حلات ساكها بتردد وعطاته الشيك وقد تعديك الساعة على اربعة شافتو دار اديه في الجيب ديال السوترة ديالو وجبد كارنيتشاك وستيلو وشاف فيها قال اش حال خاصك قالت له خمستاشر مليون وش كتهضري من نيتك يحساب ليكم كل لحف الفلوس ولا لقينهم طيحين قالت ولكن انا محتاجة لهد الفلوس هزات راسها وقالت ايه لك انت هنا راه غير حيت محتاجة ليهم وسكتات من لي ما قالوا كتفكرش هاد يال الوقت هاد هاد راس قالت انا انا محتاجة لهد الفلوس وشافت في عينيه وكملت اختي الصغيرة خاصها عملية على القلب وإلى مدارتهاش غدا تموت شوف تقدر تحسبهم سلف وانا غدا نخدم ونبدا نحط لك في الكونت ديالك احتى انسى لي هاد الدين شوف اللي كان كيشوف فيها شوية ولا تحنينة ما بقاتش قاسحة نزله راسوك يكتب في الشاك وقال اسميتك قالت له سارة عرف هكا تكذب وقال لها اسميتك وكنيتك الحقيقية ماشي له مزورة نور بدا تكتمتم حس بها غدا تكذب عليه مرة اخرى قال خاصني نكتب اسميتك في الشاك ولا مغاداش تقدري تصرفيه اسميتك الحقيقية كاملة قالت نور الراضي هادي هي اسميتي والله ما كان كذب هس فيها عينيه وبقى كيشوف فيها شحال عادح نوجهو كيكتب ومدوا لها خداتوا وخباتوا وعينها لمعوا بالفرحة وخا كانت خايفة ليكون كيكتب عليها شاف فيها بتهديد وقال هادي شي ما يصلحت وإلا ركي عارفه دفنيه بحال لعمره موقع نور قالت له وخا الراجل دق في الشرجم وطلع داك الافريقي وقال قولي ليه فين كتسكني باش يوصلك نعرفكم بالبطل ياسر السن 32 عام جنسيته هولندية مغربية هو الولد الكبير عنده باه وعنده جوج خوته ولد هو اللي معروف فيهم صارم وما كيرحمش الشي اللي خلاه يحقق نجح كبير في سن صغير حياته غامضة ولكن معروف باللي هو رجل أعمال مشهور واسمه عنده وزن في العالم الأعمال حاجة واحدة مهمة في حياته هي خدمته تقريبا ما عندوش طيقة في النساء وكلهم بالنسبة ليه غير لعب ومتعة واللي زاد أكد ليه شو كوكو اليوم هي نور وخاكت بان بريئة ولكن حاولت تلعب عليه وعاد ما كملش ومختاش شنو كان غاغي هاد شي خلا الدم يغلي في عروفه ايد كان شاد بها كازي الشراب والإيد الأخرى كان مزيّر عليها احتبر زعروكو فكر كون مجادش هودا وباه كون دابا ولا تدياله واستمتع بها كيف بغا هودا تقريبا خطيبته وبنت صاحب وباه فعمرها خمسة وعشرين عام ومن صغرها وهي متعلقة به وكتحماقة عليه احتا ولا تمهوثة به ما بغيش يبعد عليها حيتعارفها غدا تدير شي حاجة براسها وتوحل فيه هو في نفس الوقت عايش حياته بالطول والعرب بحال ما كيناش ما عمره ما واعدها بش حاجة كيتسناع لآمل شي نهار تفهم راسها وتبعد من طريقه وتشوف حياتها بلا ما يضطر يبعدها هو هودا من ناحية الجمال زوينه ولكن قلبه مقدرش يتحرك ليها ما كتحرك فيه هوالو من غير غراء زود وكورزه وفي باله باقي ما جات هاد البنت اللي تسيطر على مشاعره وعمرها ما غدا تكون شاف فيها جالسة على الفوتاي كاتبكي ودافنا وجهابين ايديها قال ما لنا انتيع لهاد البكا كامل ياك ما ما تشي حد فرعتيني يا راسي هودا حيدات ايديها من وجهها وقالت هادي يا ياسر هي الخدمة ياك هادي هي الشركة اللي كنت مشغول فيها جبدات التليفون من ساكها وقالت شوف غير شوف ايش حال عيتت عليك وتفديع لي تليفونك ضير ياسر على سنانه وقرر منها وقالت غتنوضي تمشي في حالك عليا ما باغيش نسمح حلقك في هاد الساعة ناضت هودا من بلاستها كيتمسح في دموحها بحال ما قال والو ومجراش عليها قالت احتى خطوبتنا اللي قريبة ما مهتمش بيها واش ما كان سوا عندك والو شدها من ايدها بالجهد وقالت شوفي ما تفرعيش لي يا راسم ما كان لا خطوبة لا زواج لاحتشي حاجة سالينا هودا بدت كتغوت وقالت اياك باغي تخليني والله حتنقتلها وكلها واحدة قربات منك غدا نقتلها وغوتات بالجهد وقالت انا كان بغيك كان بغيك غير انت وانت ديالي بوحدي كان صوتها كيزيد تسمع عالي مقدرش يصفر مزال وعاد الأعصاب اللي ركبوه وكملت عليه القائدو طلعات حتى الفوق وهبطات على وجهها ما حاملش يسمع صوتها ولا وجودها هنا في داره حطات ايدها على حنكها مصدومة والدموع كي هبطوا من عينيها بلا توقف قالت كدربني على ودها ارجع شرم الكاس اللي في ايديه ورد بصوت صاري خرجي في حالك ومع أمره كان دخل ابباه وما قال لي هوالو حيت ملف على ولده الصغير والبنات شي مرات وعارفوا باقي مع هودا غير حيت ما بغيش يخسر ليه خاطره ولا يضيع الأعمال اللي عندهم عباها بباه شاف هودا وأشار ليها باش تبغيه خرجات كتبكيه وقلبها كيدرها من معاملته كتبغيه وخشنه مدر لها كتبغيه عارفة عنده علاقات كتيرا وماشي أول مرة غدا تعرف هاد الشي ولكن ما قادراش تفارق معاه كتحس برأسها غدا تموت حيت ما كيبادلهاش هاد الحب المستحيل صاب راح تيحن قلبه أما ياسر كمل كاسو وعمر التاني بغي زيد وصورة نور ما بغيش فارق باله الحمها اللي بيضه الطب حمره ما شاف بحاله عينيها حتى هما كانوا كي سلبوا أي واحد وهو كان بغي غير حاجة واحدة عدريتها ومن بعد تمشي فين ما بغاده صدره كان كيطلع وينزل بالأعصار ملامح وجهه حماره وعينيه كتر ولا كيزفر كتر ما كياخده نفسه كيحس بالشمتم اللي طراليه مع ديك البنت وعمره ما فكر انه شي واحدة ديرها بيه وهو اللي كانوا لبنات كيطرماه عن درجله وهادي زهر عونها شرم من كاسو وزد حم على الأرض مع الصب وقال بصوت مسموع بحالة واقفة قدامه وكيتوعدها انتي اللي بقي تيلية غانا لقاك غانا لقاك إيه لا فلتي مني هاد النهار المرة الجاية ما غاداش تفلتي غير وصلت نور لدارهم وحلات الباب للبيت اللي كارين وضاحت في الأرض كتبكي وتشهق بهيستيريا هاد بداتك تستوعب دك شي اللي كانت تكدير عالي شوية كانت غدا تخسر راسها واغلى ما عندها وعاد مو حال واش كانت تخرج من عنده وهي حية مسحات دموحها بحل الشي حمقه وطلت على خطها دخلات الحمام وطلقت عليها المالبارد وخاد الرهاب لحمها حسات براسها ما كتسواش ورخيصة ومسخة بقاتك تفكر بحالك تلغسل وصخ اللي لسق فيها عمرها ما كانت كالدن غدا تكون رخيصة لحتلها الدراجة وغتبع راسها وشرفها ولكن كل شي كان على ود خطها خرجت من الدوش ومشات حدا خطها وهي تسولها آية قالت ليها آية نور فين تعطلت باسد جبهتها وقربتها عندها وقالت غير كنت في الخدمة دك الشي علاش وهي تقول آية ولكن تعطلتي بزاف ما تبقيش تعطي وتخليني بوحدي نور حبسات دموحها وقالت واخها ياك تعشيتي وكليتي شنو خليت ليك؟ قالت آية آه كانت عيانة ومقدرش تهدر أبغت غير تغير ولكن مقدراتش غطات خطها مثيان وبقعقلها غايب وبقعقلها غايب وفي بالها غدا غدا تمشي السبيطار وتقول ليه بدا الإجراءات باش يديروا الآية العملية فاتوا أيام وجو أيام ونور حاولت تنسى دك الشي اللي وقع لها بكل جهدها كانتك تحاول تقصيه من تفكيرها واخدك الشي بقى محفور وصد قلبها وديك الليلة ما عمرها تنساها واحتصف معودات شبانة جهدها مؤخرا وقتها كان كله غير مع التحاليل دي الخطها والسبيطار ما كيوصل الليل حتى كتكون طاحت عيانة ولكن ها بنهار مختال على اللي قبله كانت واقفة جنب آية اللي مقى لها والو ويدخلوها لغرفة الحمليات حاولت نور تخفتها وطورها شدات في ايدين آية ودوذات في ايدها الأخرى على حنكها قالت خايفة هزيت آية راسها بالله وقالت لا اياك ما غنتعطلش هنا قالت لها نور ما غنتعطلش غير شي شوية وغدا تخرج بقات نور غالتها في سبيطار متحلكاتش خايفة لف اي لحظة يعيطوليها ويقولولها بأن آية وقعت لها شي حاجة بدت نفسها كادياق ووليت ما قادراش تنفسها ملقات حتاحل من غير تخرج قدام الباب لهوا كان بارد برا وغير زادت جوش خدوات وبينت لها شي طو موبيل وقفات قدام الباب غير بغا تزيد حتى كان شي حد نزر فتحات فمها بصدمة من اللي شافت الراجل ديال ديك النهار بابا تياسر طاح لي هالما في الكامل وما بقاتش قادرة تتحرك وجهزها تصفار بالخلعة وبدت كتقول هادا اشنو جا يدير هنه ولكن ليزا تصدمها من اللي تبسموا عيت بسميتها قال نور نور رجليها لسقوم على الأرض بغا تهرب والسؤال بقى كيتردد في بالها اشنو كيدير هادا هنه ولا غير الصدفة اللي جمعتهم في سبيطار واحد وعليش كيعايت ليها ابقاتك تشوف فيه احتزا تقرب ليها وقال نور لا باس شافت في عينيه وهي تقول اشنو كيدير هنه تبسم وقال اختك عند هال عملية اليوم ياك قالت اه علاش تبسم ليها وقال جيت باش نشوفها وهي تقول وباش عرفتي ها كينا هنه قال انا اي لا درتشي حاجة في بالي كان وصليها وهي تقول واش خايف نشوهكم را قلت ليك مغي عرف حتى حد هادا كشي اللي وقع وهي تقول لي اسمح لي دابا انا مزرو باسيد وقفها بصوته وقال عبد الله عيت لي يا عمي عبد الله وبلا من هادا الرسميات نور تحصبات وهي تقول راه قلت ليك مغا نقول والو ودابا رخصني نمشي قال ليها عارفك مغا تقولي والو نور احنا تعينيها وقالت اذا جيتي على فلوسك شوف ان شاء وقبل ما تكمل حضرتها حط ايديها لكتفها وقال ما جيتش على الفلوس انا جيت نطلع لاختك هذا مكان وقتاش غتثالي العملية وهي تقول ما عرفتش ولكن يمكن قربات رد هذ وقت طويل شاف فيها وكانت باينة مخلوحة قال كل شي غيكون مزيان شاف فيها وشافت في ايديه وهو يجرها وقلب الحضرة وقال ش حال في عمرك قالت عشرين عام قال ليها فيك تقران كانت باغت دور فيه ورجعت بلعات لسانها وقالت ما كان قراش دابا كنت شديت الباك وقريت فلافاك ودابا قلست مني مات ببلا يرحمه هذ راسوه قال الله يرحمه دخلت الداخل وقلسات وحتى عبد الله ادخل معها كل مرة كان كيسولها كانت القارسها جاوباته احتفت الوقت عاد بلها الطبيب خارج من غرفة العمليات مشيت كتجرل عنده قالت ياك لا باس الطبيب كان مبتسم وقال لا باس كل شي داز في سلام الحمد لله نور ضحكات وجمعات ايديها وقالت الحمد لله مسحات دموحه ويتقول نقدر نشوف دابا يا ياك قال لي ها لا يلا سالينا العملية وخسها على الاقل ساعة باش تفيق من البنش ابي ياسر كان نزل ايديه على ظهرها وقال يلا تمشي تتاكلي كيبال لي ياما واكلا والو فاش يوصل الوقت نرجعه باش تشوفي اختك وهي تقول واقي لها خسني نبقى معها حسن الطبيب قال كوني هانية سيري ترتاحي باش مليد شي تكون اختك فاقت وكتسنان الفرحة بانت في عينيها وهزات راسها بقاه وقال عبدالله خسها شي دوا شافت نور فيه محرجة وقالت انا غدا تكلف عبدالله درسه ما اسمعش كلامها اعطاه الطبيب شي مسكينات خلسوش يبهم ليها اخرج هو ونور غادين حتى وصلوا للمقهد يا الكلينيك وقلسوا بجوش طلب لها هو الماكلة وكانت هي منزل راسها وكتلعب بيديها احتجت الماكلة غير كلات نور ورجعت الداخل عند خطها اما عبدالله اعتادر لحقاش جاه اتصال وكان خلسو ضروري يمشي بقيت نور الليلة كلها تمة دوزات هجن بختها وش حال بكات من اللي فاقت آية بقيت الليلة كاملة وعينها كيتأملوا آية اللي ناعسة بحال شمالها كصغير قدامها ما عرفاتش كيفاش حتى نعسات على الكرسي وبالها كامل بقى مع أب ياسر وش نبغى منها وخباينا فيه راجل مزيان وحنين بقيت شاكة فيه هي ما بقيتش كالتيق في حتى شي واحد الغد ليه في الصباح كانت جالسة للكورسيجن بآية اللي مدى على الفراش قالت آية واش مازال ما غنمشيو في حنة ضحكت نور وقالت صافي ضغي عيتي هزيت آية راسها وقالت آه مليت وهي تقول نور باقي غير شي ايان خسكت صبري بايش من بعد غادي نشوف حالنا وعمرنا ما غا رجعوا لها تسبيطار مازال كانت جالسة كتفكر احتى سمعت الدقان في الباب الغرفة عرفاتها غدا تكون الفرنية والطبيق جاوا يشوفوا حالة آية وقفات من اللي تفتح الباب ولكن تعجبات عودتاني فاشلقات عبدالله البارح عرفاته جا غير يتماءن عليها ولكن اليوم كان هاز في ايتيه بوكيد وبرد ملول وشي حاجة مغلفة قالت نور سي عبدالله عبدالله قال نقدر ندخل إياه هزيت نور رأسها بإحراج وقالت ها اه 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 دخل كانوا عينيه على آية وفي نفس الوقت كيرجعوا لنور قال اسمعت واحد الأميرة صغيرة هنا مريضة شوية ايحني كات هولة وحمرين وشافت في نور وضحكات وقالت انا أميرة قال عبدالله اه انتي احسن الأميرات حط البوكيد الورد جنب الفراش وحط ايديها لجبهة آية وقال لباس عليك شافت في نور وعاد جاوبات قالت الحمد لله وهزيت كتافها وهي تقول ولكن ما كان عرفكش شكون انت وشافت في نور بحالكة تقوليها شكون هاد السيد واش كان عرفوه نور وجهت بتلفيه اللون وصوتها ولا ما قادرش يخرج ما عرفتش باش تجاوبها كحاتو احنا تعينيها وهو يقول عبدالله انا الصديق بنور واتقدرت عيطي لي يا عمي عبدالله كانو قال سينكي هدرو احتصونا ليه التليفون تير شاف فيها وناد خارج وقال نخليكم هاد الساعة وشاف آية وقال الله يشافيك وصلت معه نور حتى الباب وسديت الباب على آية باش متسمعهمش وجمعات ايديها بتوتر وقالت همم شكرا قال ليها عبدالله اعلاش وهي تقول بغيت غير نقول ليك شكرا على الفلوس عبدالله طب طبع لك تفهاء وقال ماشي وقت هاد الهضراء بنتي نور هزات رأسها بالله وقالت وقتها غير باش ما تبقاش تسالني وحاجة اخرى انا ما بغياش آية تشوفك مازال انا بغي ينسدك شي اللي وقعدك النهار وآيه لو اللي فات عليك غديرك في بلاس عائلتها وانا هاد شي ما بغيتوش توقعات وغيت تسضمن هضرتها ولا غايبقى فيه الحال وهو اللي كي عاونهم ولكن العكس هز رأسوا بتفهم وقال الله يشافيها وإيه لحتاجي تيشي حاجة ما ترديش باش تسلي بيها وحط لها الكارت بيزيت دياله في ايدها ومشى خلاها مستغربة في التصرفات هاد الراجل الغريبة دازوا لي والمدة اللي خاص تدوزها آية في المستشفى سالات ورجعوا في حالهم لدارهم فرحاني بعد ما تيسرات النور خدمة في مطعم وجاب ليها ربي الخبر اللي فرحها بدات الخدمة الماء كتخدم من الصباح حتى الأشياء ديما كتنوت بكري باش توجد الآية الماكلة اللي غادت تاكلها وترتب لي هدوها باش تاخدوه في وقته مرتاح نور في خدمتها وخل مدخول ماشي كتير ولكن قانع بيه وحامد الله عليه وفي يوم كباقي ايام هاكا الظروف وسط المرهن وتقدم الطالبيات احتنا دهاشي واحد من طاولة بعيدة وصلت عن دوت باسمات وقالت سمح لي يا سيدي انا ممكلفاش بهاد الجيء لون هاد تخطف وهي تقول السي عبد الله اش كتدير هنا صدمات فشافته بابتسامته اللي ديما رسمها على وجهه قال جيت لنا كل بحالي بحال الناس قال لي ها لاباس عليك بنتي قالت اه اه الحمد لله بي خير قال لي ها وديك صغورة كيف بقات قالت بي خير الحمد ربون شكروه شنو كتدير هنا؟ قال لي ها قلت ليك جيت نناكل زاد خربقها بضحكته ودموه البارد ما عرفاتش هلاش ولكن وخام عمالته ليها كانت مزيانة والوقفة اللي وقف معها ولكن ما قادراش تقيق فيه قال لي ها خدامه هنا اذا قالت له اه وحتى هو هز رسوليها نكمل كلامه وقال ايوا قولي لي كي جاتك الخدمة هنا؟ قالت بي خير مزيانة الحمد لله قال ومرتاحة فيها يعني كيف ياكل المصروف والدار والدوة دي لختك؟ قالت صراحة شوية وطافة كنحاول نقص منشي حاجات ونزيدهم الآية حيث دوها غالي وفي نفس الوقت ما نقدرش نحرمها منشي حاجة بقى ساكت وهو يقول وشنو بقى ليك تخدمي معايا؟ قالت نخدم نخدم معاك وخنزرات فيه ديك الساعة وهي تقول راه ما شيحت وقع دك الشي غادي حساب ليك انا بنت زنقة الحمد لله ربي جا من جهتي وما وقعش دك الشي وحطك فطريقي في هديك الساعة ولكن ماشي باش تمادة معايا احتل هاد الدرجة وتطلم مني هاد الشي غير سكتات وهو يقول عقلك مش بعيد انتي ممكن تكوني قد صغير في ولادي مستحيل فكر بشي حاجة ناقصة بغيت غير نعاونك وخيت عرفتك مربيه وحسيت بدك شي اللي درتيه ماشي لخاطرك هادي خدمة ديال بالصح تبدله ملامح وجه نور وجهه والأحمر وحسيت بالإحراج من الكلام اللي قالتو والإندفاع اللي دارتو قال اشنو قلتي دابا تخدمي؟ بقى تساكتك تفكر ما عرفات شواش تقدر تطيق فيه وتخرج من الخدمة اللي شحاله هيك تقلب عليها خافت تندم على هاد الخطوة اللي كيحفزها تديرها قال ليها والخلاص ديالك غادي يكون حسان من هادا بيبزاز وبيه غادي تقدري تشري الحاجات ديال بالدار والدوى ديال اختك وتششيها جاه بقى تساكتا وهو كيشوف فيها كتحرك عينيها وقد فكر احتشفت فيه وقالت واخا انا موافقة ولكن عندي شروطي بتاسم وقال واخا للا ديك ساعة تفاهمه ولكن قبل ما تبداي خاسكت حضري الواحد الحفل غيكون عندي قالت وعلاج قال ليها عبدالله احتجي وتعرفي هزت راسها بموافقة بلا ما تفكر جوج مرات دازو اليام على ياسر وجه نور مبغاش يفارق باله با غي يلقاها باش يسلخها ما عرفش علاش ولكن في باله ورغبة عانين فباش يعدوها كان واقف كي طول من البالكون ديالبيتو حس بايدين من اللور نسلوه لأظهره العالي وبعدها تسلو حتى وصول صدره نزل عينيه ببطء كيشوف ايديها عرف ها هو دا ما عرفش عشنو يدير بالضبط باش يتهنى منها الأول مرة في حياتو كي القارسو حاصل فيش حاجة ومعارفش كيفاش يتفك منها عارفها ما عندها نفس مرة ووخي دير لي دير كترجع عندو بحال لا عمرش حاجة ما وقعت حسات هودة بجسدو الي تسلو تحت ايديها وشداتها الخلعة ما بغاتش تنساحب وهي حال فهد نهار حتى تخليه حماق عليها جرات ايديها بشوية ومشات حدا حيدات دا كل كاس لهازو حطاتو ياسر ما دارحتاش ردت فعل ابقى تابته كيشوف فيها غير من التحت كانت لابسه شميس دنوي في اللون الحمر وكان مغري لدرجة لا تصور اقدر يحرك غرائزو هودا حطات ايديها على صدره وقالت ياسر حبيبتي ديالي توحشتك قال شنو بغيتي؟ قالت له وصافي اسمح لي ايه على دك شلي وقع انا اليوم جيت هنا غير على قبلك ايديها نزلت الاسفل كرشو وشنايفها على دراعو اقبل ما تزيدت مادة كان دافحها الغرفة الداخل ورميها فوق الفراش مستحيل يرفض عرض مغريب حال هادك هودا زوينة وقوامها زوين ولكن ماشي من النوع اللي ممكن يحرك مشاعر ياسع صلنا ليه تليفونود الخدمة من ليه كيجي اهتصان في هاد تليفون كيعرف الامر مهم غيكون غالبا متعلق بالخدمة ناد من فوق منها وهز تليفونه وكان الخدام تياري وقيد دولي منه في نفس الوقت كانوا ممصيه يشمح ليه المعلومات على نور قال له اهدار كينا شي حاجة قال ليه جبت ليك سيدي معلومات عليها وهو يقول ياسر شنو عرفت عليها قال له اسميتها نور الرادي عايشة غير هي وختها وما كتقراش حاليا مقابلة غير ختها الصغيرة عندها ست سنين ومريضة بالقلب وهاد الايام خدمات في مطعمه ولكن كاينة واحد الحاجة مهم ما سيدي ياسر زير على ايده وحسب اللي غادي سمعشي حاجة ما غا تعجبوش قال اللي هي قال ليه السي عبد الله كيكون معها بسا ما مره مجوش قال ياسر زيد اتباحها نبغي النفس الى طلعته ويصنع عليها قطع على الخادم دياله ايدا النور كالدور بالقلب دياله هاد شي اللي قدر يستنتج ولا اشنو كايدير بباه مع واحدة بحالها وجات هودا ودارت ايديها على ظهره قالت ما غا نكملوش وهو يقول ليها ما غا تمشيش انت العرس قالت لا غدا نمشي علاش وهو يقول صافي سيري في حالك يالله توجتي راسك ما بقى والو قلبات عينيها وقالت علاش ما غا دينش ندخلو بجوج ياسر قال لا عندي شي شغل غا دينجي معطل ابقات هودا واقفة وما تحركاتش ياسر لقاها ما زالا واقفة وهو يغوت عليها بالجهد غتباتي هنا يالله خرجي كانت نور عند الكوافورة من بعد اسرار عبدالله من ليه سالات لبسوها اللبسة اللي شرى لها عبدالله وكانت كثوة في اللون البيض مستورة ولكن في نفس الوقت كلاس وما كتبينش المفاتين ديالها الحاجة اللي ريحاتها كتر وقفت قدام لمرأة وحاسة بشي حاجة غريبة غدا توقع هدليلة قال بها مقبوطة عليها وما كرهاتش ترجع في حالها كانت خايفة كتر ليكون ولده ياسر في هاد الحفلة وتعاود اطلاقة معاه غير خرجات برا ولقاته موبيل قدام السالون كتسلناها حلها الشايفور الباب ركبات ولقات عبدالله كاينت الماء قالت سي عبدالله اشنو كدير هنا قال جيت باش نديك بإيدي ما عرفت تقدرت بتلي رأيك ضحكات وقالت لا انت اللي طلبتيها مني ما نقدرش نقول لا باركة غير الخير اللي دارتيه فيا عمري ما نقدر ننساه طب طب عبدالله لإدهاء وقال هذا واجب بنتي شكراته نور وتبادله بزوج الإبتثامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر